بداية أود أن أشكر البرازيل على تنظيم جلسة اليوم بطلب من الإمارات العربية المتحدة والصين أشكر المفاوض العام السيد لازاريني والمديرة التنفيذية سيدة راسل وسيدة داوتن على الإحاطات هذه الإحاطات صلت الضوء من جديد على حدة الوضع في غزة وضرورة أن يتحرك المجلس في هذا الصدد يوم الجمعة أن الجلسة العاشرة الاستثنائية الجمعية العامة اعتمدت قرارا يطالب بوقفة إنسانية فورية وملحة للتوقف عن الأعمال العدائية لقيت هذه ترحيبا من الأغلبية الصاحقة في المجتمع الدولي إن إسرائيل غضت الطرف على شواغل المجتمع الدولي واختارت أن تقوم بتكسيف عملياتها العسكرية في غزة وأعلنت بشكل رسمي إطلاق الهجوم البري حذر الأمير العام جوتاريش بأن السكان في غزة يواجهون كارثة كبيرة ففي غزة الكثافة السكانية الأكبر في العالم وغزة تعاني من الحصار لستة عشر عاما 2.3 مليون شخص من الأبرياء يعيشون في حالة خوف كبيرة وسط عمليات القصف المستمرة وحرموا من المياه والغذاء والوقود والطاقة لـ 21 يوما وخلال نهاية الأسبوع عانوا من انقطاع في الاتصالات لـ 24 ساعة إن بقي الوضع على ما هو سيخرج عن السيطرة أكثر وأكثر وستكون الأزمة الإنسانية الأكبر لمفر منها نعرب عن تعطفنا البالغ مع سكان غزة الذين هم على شفير الحياة بين الحياة والموت ونشعر بالقلق البالغ إذا أفق السلام في عملية السلام في الشرق الأوسط نحن نطالب بالأطراف في النزاع أن تقف على الفور عن الأعمال العدائية أن تتوصل إلى هدنة إنسانية وأن تمنع تصعيد الوضع أكثر وأكثر تدعو الصين إسرائيل بوصفها الكوة القائمة بالاحتلال أن تقوم بالوفاء بمسؤولياتها بحسب القانون الإنسانية الدولية وأن ترفع الحصار عن غزة وأن تقوم بسحب الأمر بالإخلاق وأن تقوم بإعادة الاحتياجات الأساسية لمنع كارثة إنسانية أكبر إن الصين تدعو إلى جهود ديبلوماسية مكثفة لتيسير إطلاق صراح الرهائن من دون أي تأخير والعمل على هذا الأساس لفتح المجال أمام الحوار وذلك للعودة إلى مسار التسوية السياسية تدعو الصين أيضا كافة الأطراف أو تدعو الصين الأطراف التي قادرة على التأثير على الأطراف المعنية أن تضع مصالحها جانبا وأن تبدل كافة الجهود لإيقاف الحرب وإعادة السلام السيد الرئيس إن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني علمنا أن السبيل العسكري ليس الحسل لا يمكن التواصل إلى السلام من خلال فرض العقاب الجماعي بل هذا سيؤدي إلى المزيد من الكراهية والمواجهات ندعو أطراف النزاع إلى التخلي عن استخدام القوة وأن تلتزم بكسر حلقة العنف وأن تتوصل إلى السلام والأمن من الخطأ أن نعتقد أنه من الممكن احتواء الحرب في غزة إن الاستمرار بهذه العمال العدائية في القتالية في غزة قد تؤدي إلى أزمة في المنطقة الوضع في الضفة الغربية والحدود بين لبنان وإسرائيل سبق ودقت نقوس الخطر ندعو كافة الأطراف المعنية بأن تكون بتخصيص الجهود لتعزيز وقف إطلاق النار في غزة طالما أن هذه الحرب مستمرة ستستهمر الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي ومن دون وقف إطلاق نار شامل إن المساعدة الإنسانية بغض النظر عن حجمها بالكاد ستلبي الاحتياجات في غزة فما يحتاج إليه سكان غزة الآن ليس فقط التشديد من المجلس على أهمية القانون الإنساني الدولي والوعود التي لم يتم الوفاء بها بالحماية ما يحتاج إليه سكان غزة الآن هو تحرك ملموس لإعادة سيادة القانون وإنقاذ الأرواح المجلس عقد جلسات أخرى حول الحالة في فلسطين وإسرائيل ولا يمكن القول أنه ما من توافق آراء فالقرار الذي اعتمدته الجمعية العامة وجه المجلس في الاتجاه الصحيح وإذا الوضع المأساوي الحالي تدعو الصين من جديد المجلس لتعزيز وحدته وبناء توافق الآراء وأن يتحرك بشكل مسؤول وبناء بأسعى وقت ممكن طالما أننا نركز على المسائل الملحة أي وقف إطلاق النار وإنهاء الأعمال القطالية وحماية المدنيين ومنع كارثة إنسانية أكبر من الممكن لأعضاء المجلس أن يتوصلوا لتوافق آراء وهذا ما يجب القيام به في هذه اللحظة فالصمت يعني الموافقة والتقاعص هو كضوء أخضر إن أعين العالم وجه نحونا والتاريخ سيسجل الخيار الذي سنتخذه شكرا سيد رئيس